ملخص ما قاله وزير التربية والتعليم اليوم 2 أبريل 2020 لكل طالب مشروع بحث واحد وليس لكل مادة بحث بمعنى أن الطالب مش مطالب بخمسة أبحاث وإنما بحث واحد فقط يقدمه الطالب ويحتوي بداخله على معلومات تتعلق بالمواد التي درسها الطالب يمكن أن يقوم بالبحث طالب واحد أو أي عدد حتى خمسة طلاب يقومون بتسجيل رقم الكود لكل واحد منهم في مقدمة البحث البحث الواحد بداخله معلومات تتعلق بمختلف المواد التي يدرسها الطالب يشترك أكثر من مدرس من مدرس المواد الدراسية في تقييم بحث الطالب لكل صف دراسي من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي تطرح الوزارة خمسة مشروعات بحثية لكل صف ويختار الطالب مشروعا واحد منهم نتيجة البحث هي مقبول أو غير مقبول يعني ما فيش درجات يوم خمسة أبريل الوزارة سوف تطرح نموذج بحث وطريقة الإجابة عليه البحث سوف يراعي الفئة العمرية للتلاميذ يعني بحث تلت ابتدائي يكون على مستوى تلت ابتدائي يوم تسعة أبريل ستنشر المشروعات البحثية على الإنترنت والجرائد الرسمية وموقع الوزارة الهدف من البحث تشجيع فكرة العمل الجماعي بين الطلبة البحث يتم كتابته على الكمبيوتر ورفعه على المنصة من خلال الطالب أو يسلم بخط اليد إلى المدرسة وتتولى المدرسة رفعه على المنصة موعي تقديم البحث من تسعة أبريل حتى خمستاشر مايو عشرين عشرين نتمنى من الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته